اشتركوا في القناة انذر آباؤهم فهم غافلون لقد هقلقوا على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبشرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنوذرهم لا يؤمنون إنما تنوذر من اتبع الذكر وصوشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم أسنين فكذبوهما فعززنا بثالثه فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاه المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقص المدينة رجل يسعى قالوا يا قوم اتبعوا البرسلين اتبعوا من لا يسألهم أجرا وهم مهددون وما لي لا أعبد الذي صدرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة لي ردني الرحمن بدر لا تغني عني شفاعة غرين لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا هم ولا ينقدون إني إذا لقي ذلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون طيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المقربين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا موزنين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم صامتون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهضرون وآياء لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأمرون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من سمره وما عملت أيديهم أفلا يسكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادت الورجون القديم للشمس ينبوي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسفعون وآية لهم أننا حملنا بريتهم في الفلك المشكون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن ورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينبضون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في طلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينزرون إلا صيعة واحدة متخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجزاث إلى ربهم ينسنون قالوا يا ويلنا من بعثنا من قرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهضرون فاليوم لا تسلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سهلها فاكهون هم وأزواجهم في ذلال على الأرائه متجئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا يوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عذو مبين وأن يعبدوني هذا سرعة مستقيم ولقد أضل منكم جبلا تسيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجرهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الشراط فأنا يبشرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما سخوا عوديا ولا يرجعون ومن نعمله نكيزه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما يبوي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان عيا ويعقى القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أن عمروا فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ربوهم ومنها يأكلون ولهم فيها مناف ومشارب أفلا يسكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصر بخبهم لهم جند مقرون فلا يزنق قوهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يروا الإنسان أما خلقناه من مطفة فإذا هو خصيم مبين وادرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العزام وهي ربين قل يحييها الذي أنوشها أول مرة وهو بكل خلق معليم الذي جعل لكم من الشجر الأحضر نارا فإذا أنتم منه توقتون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقاتل على أن يخلق مثلكم فلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون